اليوم سويها تر انتهي مال التلة اليوم والله ما اعرف هي انتهي هم يسمحونك ويعرفونك يظل على التلة وصار في دم قلبه لا هم يظل على التلة بعبد الله اخو اخوتك يظلون على التلة يظلون يباعون على العالم شن ترقعتك التليوم شن شبيك اللي يلي انت الان تبشر المرحلة المقبلة انه الاطار سوف يسقط تبني هذا على ماذا شوف الاطار اتفق على ان حسب المقاعد اللي هي هم يحسبونها اليف وباء وجيم ودال او امور اخرى بان فلان الى يعني خلقوا المجلس محافظة اثنين الى اثنين محافظين للأسف الشديد انا اذكر انا اعتقد الاحترام للمثل هؤلاء القوم ابناء اولئك القوم راح تقل لي منهم اقل لك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع ذولا لاصحاب التلة الحمات خوفا من الالتفاف الجماعة من شافوا الغنائم كل واحد لحق على الغنائم ايه فمع الاسف انا اعتقد اصحاب التلة يجب ان لا ينزلوا عن التلة يجب ان يبقوا على التلة مراقبين لا تغرهم الغنائم هنا من اللي على التلة تقصدهم لا تغرهم حتى لا يلتف عليهم العدو من هذول على التلة هسي من هل تقصدهم جماعة التلة اليوم طبعا مع الاحترام طبعا انا ما اقصد والله كل الاحترام والتقدير اليهم بس مع الاسف ما حدث داخل الاطار من عدم احترام التصويتات وعدم احترام المسميات والاسماء والمقاعد اقول اتمنى ان يبقون على التلة هم ياهو ويراقبون ويحاسبون جماعة الاطار طبعا وللمثل ايه يضرب ولا يقاص يعني حادثة لا اكثر الاقل كل الاحترام والتقدير اليهم يعني جال يظلون على التلة شي يسوون يبقون العالم الشوان يتفرد ومشتغلون من نصيحتك يديرون بعيونهم شا القضية مع دلاله اول شي اول شي يحمون ظهر المقاتلين المتواجدين بالقرار التنفيذي ايه عدم النزول الى مستوى دناءة الغنائم جيل والتأكيد على رصانة البقاء في الاماكن والمراقبة والمتابعة ومحاسبة جميع الفاسدين اينما وجدوا ومهما كانوا وما هي الاسماء والاسماء التي تلتحق بهم او يلتحقون بها يعني الريد هاي الوجبة مو هم جربوا خلال هاي الفترة جربوا يعني الشارع لراق رافو نسبة الانتخابات قليلة اعادة الثقة بالمواطن بالعملية السياسية العمل ثم العمل ثم العمل انت اليوم انتخبت عضو مجلس محافظة دستور واقع وموجود واتمنى يغير اليوم كنت تثبت انت تمثل المحافظة مو يباشر عقبة يا بشيخ افلان ودي له تبليط افلان حط له محولة افلان ودي له سبويسات افلان لا اتمنى من رئيس الوزراء ان جميع مجالس المحافظات تعطي خطط خمسية وتصادق عليها وتذهب الى مجلس الوزراء لغرض التصويت ولا يجوز تعديل ولا يجوز تعديل الا بعد موافقة مجلس المحافظة والاسباب الموجبة وموافقة مجلس الوزراء حتى لاك اليوم واحد اليوم مريد لمدرسة هنا ما عجبه ذوله ما دار المدرسة مننا وخلاه هنا كون خطة خمسية حقيقية حتى المواطن العراقي يعرف يا بمدرسة بعد ثلاث سنين تتحول علي ما اظل الآن كل ساعة اجيب هاي الناس الفقراء البسطاء نتيجة للحاجة يددقون ابواب حسن الامراء يعني بئس الامراء اي شبههم الامراء حسن يوم التزجيل يوم الصعيات يوم الصعيات يوم الصعيات حسن هم دخوا ياك يظلون عالتل لا لا انا اريدهم يظلون عالتل لينزل عالتل عالغنائم يظلون عالتل قاعدين مرابطين يحمون ظهور اخوتهم الموجودين جوا بالعمل اي ويحاسبون الفاسدين لانهم يشاهدون كل شيء من فوق التل والله بعد ان يمشي بنصيحتك ما اذر ان شاء الله وانت اليوم سويها ترند هاي مال التل اليوم والله ما اذر هم يشمحونك ويعرفونك يظل على التل هو صرف دم قلبه لا هم يظل على التل اخو اخوتك يظلون على التلة انا يباعون على العالم شنو طرقعتك قلت اليوم شنو شبيك اللي يلي لا مو انا اقل لك انا اقل لك شنو اذا نزلهم من التلة يصبحون لا شيء الشارع عراقي ميريدهم بعض اليوم التجربة جديدة ما قبل انا قلت تالي ابا عبدالله ما قبل ما قبل 24 يختلف لما بعد 24 عمياتا لداخل على بختك الناس صار العشرين سنة تمشي على الترابي شنو طرقعتك انت وين شيدت لا 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 قلت لك هذا مثل يعني يضرب ولا يقاس مثل يضرب ولا يقاس زيلا اشتركوا في القناة